أعزائي المشاهدين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم مع حلقة جديدة أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون منيرة للعقول باسطة للصدور معلمة لوسائل طارقة على أبواب عقولنا أن نغير ونبدل ونطور كي نستطيع كي نستطيع ونحن في زاكرتنا مقولة الخضر عليه السلام لسيدنا موسى أحد أولي العزم من الرسل إنك لن تستطيع معي صبر يوم طلب سيدنا موسى يتعلم بعضا مما علمه الله إلى الخضر اليوم أقف أمام حديث جميل رائع إذا انقطع إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث عندما تتوقف الحياة تمنى الإنسان أن يضاف إلى أعماله وإلى حسناته أو أن يرجع قال رب الرجعون الرجوع والعودة عندما يدخل الإنسان الامتحان وينتهي الوقت يتمنى الإنسان أن يطول الوقت أكثر حتى يحقق النجاح المرجوم والنجاح المرجوم ولد صالح يدعول والصلاح مش حاجة بسيطة وجزء كبير من الصلاح ألا وهو البر وأقصد بالبر أن تجد ابنك دائما في الموضع الذي تتمنى أن يكون فيه يعني لابن البار دائما هو من تجده في المكان الذي تحب أن يكون فيه ولكن قد نقفنا كأباء وأمهات برغم من الدروس المستمرة والاستوانات المتكررة والتوجيهات المؤلمة والرابطة ما بين بعض الأداءات والبر والبعض لابد أن تشرب كوب اللبن عشان ربنا يحبك برنا لماما الفصولية الخضرة عشان نبقى كويسين برنا بماما ربط كل شيء في الدنيا بالبر والتخويف والتهويل من البر أصبح البر حملا على الأولاد ولكن مش مهم ما فيش مشكلة طريقة من الطرق ولكن وقفت مع حديث لرسول الله يصلى الله يصلى روايا النسائية بيقول لك أعلموا أولادكم البر إن شئتم إن تزعتم العقوق منهم وتوقفت طويلا هل من البساطة والسزاجة أن نعتقد بأن أولادنا هيتعلموا البر ومفاهيم البر بالتوجيه المباشر والتخويف وخد بالك وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا شفت هو بعد الإمام بالله وبالوالدين إحسان نهارك مش فايت وهل العلاقة ما بين الأبناء والأباء تقوم على الخنف أم تقوم على التقدير والحب والوفاء هل العلاقة ما بين الأبناء والأباء تقوم على الترهيب والتخويف والسلطة المطلقة للأباء أم تقوم على تقدير الأولاد لما قدم الأب والأم في يوم من الأيام أن يحس الأبن بمقدار ما تعبت أمه وأبيه في تربيتهم أن يكون عند الإبن ولاء لأبيه وأمه وانتماء لأبيه وأمه فكرة التقدير والاقترام للأبي والأم لن تتحقق بدروس ولن تتحقق بتوجيهات مباشرة ولن تتحقق بالترهيب فعلاقتنا مع الله تبارك وتعالى ليس أعلاها الخوف وإنما الرجاء في رحمته ورأفته وتجاوزه وتغافره ومغفرته وعطقه وما إلى ذلك أقف مجدوها أمام دور الرعاية التي تنتشر انتشار النار في الهشين في محافظات بلادنا ليس شيئا سيئا أن يكون هناك دار للرعاية لكبار السن وليس هناك سوء في أن يكون هناك دار صحية تتولى رعاية كبار السن ممن طعنوا في السن ولا يجدون من يساعدهم ولا يجدون من أهلهم أفرادا موجودين على قيل الحياة ولكن أن تنتشر مثل هذه الدور في وجود الأخ والأخت في وجود الإبن والإبنة في وجود الأحفاد في وجود بيوت مفتوحة لأناس يحملون نفس اسم الأب ومن نفس الأم وفي المقابل يقولون إننا نضحهم تكريما لهم وندفع آلاف الجنيهات في سبيل راحتهم انت تعالف راحتهم فين؟ عادة عندما يكبر الأب والأم ويصلون إلى ما بعد الخمسة والستين يبدأ ما يعرف ببعض الأمراض في نسب من الناس ألا وهو الخرف ألا وهو ضعف في التجاوب العصبي داخل الخلايا العصبية وبالتالي يفقل الإنسان قدرات من أهمها الذاكرة القصيرة ومن أهمها التنميز ومن أهمها ذكر الكلمات ومن أهمها النطق ومن أهمها الإتيان بأفعال كانت في الطفولة تسري كأن يبول أو يتغوط على ملابسه أو أن يشتد عوده فيتعصب ويتنرفز وقد تأتيه بعض الضلالات وبعض الهلاوس فيتحدثه كأنه يتحدث إلى شخص ويتهم البعض بسرقته أو يتهم البعض بأنه يريد أن يؤذيه وتختلف الأمور والأسباب في هذا الأمر ولكن قد يحتاج إلى إدخال لفترة محدودة نتيجة لأنه محتاج يضبط السكر لأن فيه غيبوبة الضغط مرتفع ولا يريد أن ينزل مشكلة في القلب تحتاج إلى تدخل جراحي أو إلى أسطرة أو إلى ملا ذلك جلطة من الجلطات تحتاج إلى رعاية مؤقتة داخل أروقة مستشفى الأعصاب لإزابة الجلطة أو جراحة لامتصاصي النزيف إذا كان هناك نزيف في المخ وهكذا ولكن المقام الأساسي والجلوس الأساسي والمبيت الأساسي والتفاعل الأساسي لابد أن يكون بين ذلك الأب والأم أو الجد والجدة وأبنائهم وأحفادهم أحد الأطر الأساسية في علاج الخرف وأنواعه كثيرة منها الألزهايمر منها الأثيروس كاليووتس منها أنواع أخرى مختلفة والعنوان الأكبر له الديمينشيا أو الخرق العلاج الأساسي أن يبقى هذا الأب والأم ما بين الأبناء في حياة طبيعية وبيئة طبيعية نفتح الشباك نريهم تواريخ اليوم نعلمهم بمواعيد الآذان يجري الأولاد حولهم يشدونهم شداً خفيفاً يتناوب الأبناء يتناوب الأبناء لساعات في إيقاظ زاكرتهم والحوار معهم وطرح بعض الأسئلة حتى وإن لم يفقهوا ويفهموا والوصول إلى لغة مشتركة حتى لو كانت بالإشارة إلى معرفة كل منهم بالإضافة إلى الأدوية التي توطى في سبيل تنشيط ذلك حالات كتير تأتي متدهورة لأن الأم قد جلست وحدها ويأتيها الأبناء على فترات متباعدة دون موجود أشخاص يتفاعلون في نفس الطريقة أب من الآباء تدهورت حالته لأنه لا يزار من الأبناء نتيجة لعدم وجود من يرعاه واستضمت مع قول الله تبارك وتعالى وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقلهما أفن ولا تنعرهما أخوانا عندما أتحدث عن هذه الآية أقف طويلا أمام تفسير الإمام الشعراوي عندما قال عندك 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 يعني في البيت بجوارك في الغرفة المجورة على السرير اللي جنبك نطمن عليهم وقت الاحتياج تبقى موجود ولكن السؤال هل هذا الأب والأم ارتكبوا خطأ ما أوصل هؤلاء الأولاد إلى قسوة القلب التي تمتد إلى أن لا يرى أباه وأمه شهورا وأسابيعا ويعتمدون على الطبيب والممرضة في إصال المعلومة والاتمئنان على أبيهم وأمهم بعد ذلك هل هذا الأب مسؤول هل هذه الأم مسؤولة هذا ما سنعرف في الحلقة القادمة استمرارا للموضوع ورغبة في أن نتعلم شيء فهيا بنا نستطيع أن نصبر لنك سلام الله عليكم ورحمته وبركاته